ما هو أو ما هي صحيفة الدعوة؟ إيه الصحيفة؟ تعريف صحيفة الدعوة لما تيجي حضرتك أو حضرتك تكتبي صحيفة؟ إيه؟ وجهة نظرك صحيفة الدعوة دي عبارة عن إيه؟ أنا مليش دعوة بالمادة 65 من قانون المرافعات اللي صحيفة الدعوة تقيد وتجتمل على اسم والعنوان وإيه؟ لا، أنا عاوز الخبرة العملية أربع سنين في الجامعة وإيه فترة التدريب اللي خدناها إيه ملخص صحيفة الدعوة من وجهة نظر حضراتكم؟ نعم؟ عرض موضوع النزاع طلبات ختمية فتحية الخصوم الجنب ده أنا دايماً كان الجنب بتاع الزميلات بس يبدو أن الدفعة دي إيه الصحيفة؟ ده كلام قانون كلام قانون وده برضك ما احترامي كلام قانون أنا مش عاوز كلام قانون من عاوز ملخص للقانون اللي أنا هضمته الفترة اللي فيتي طيب نقول صحيفة الدعوة هي عبارة عن رسالة بس رسالة بس رسالة طلع مني للمستقبل أنا اللي برسل ببعث رسالة خلاص؟ زي ميسيج بطلع الموبايل بكتب رسالة ببعث فأنا عارف ببعث لمين؟ وعارف بكتب إيه؟ ويهمني أقرر أنا أقول أنا عارف أكتب إيه؟ فالرسالة بتعتمد على مرسل ومستقبل ومضمون الرسالة هو ده صحيفة الدعوة تعتمد على المضمون المحتوى اللي حضرتها هتكتبه هو ده الصحيفة الدعوة الرسالة بتبعت لحد رسالة كل سنة ونت طيب عيد ميلاد عيد مناسبة طوبة فأنت عارف بتكتب إيه؟ فالرسالة اللي أنت بتبعتها للمرسل للمستقبل لازم تكون رسالة واضحة وظهرة ومحددة وفيها ربط ما بين اللي أنا بقوله وبين اللي طلبات أو الترتيب أو 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 ما إلى ذلك أو أن أنا بطلب فلوس بطلب تحديد معاد بقول المعادة يناسبني ليه؟ يبقى فيه ربط فكذلك الصحيفة الدعوة يجب زيها زي الرسالة واضحة اللغة بتاعتها صريحة وفيه تسلسل منطقي فيها بتبين فيها طلبات السند القانوني طلبات الموضوعية والطلبات الختمية ده الرسالة الرسالة لو فيها رقم غلط وصلت مش هتوصل فكذلك الرسالة بتاعت حضرتك لو ما كانتش واضحة للي أنت بعتها له مش هتوصل طب مين المستقبل؟ مين المستقبل؟ أنت بتبعت الرسالة بتاعت حضرتك اللي الصحيفة بتبعتها لمين؟ للخصم رقم واحد برافة لمين تاني؟ ها؟ مين؟ للقاضي برافة على حضرتك يبقى للخصم ببعتها للقاضي ها؟ وببعتها لمين تاني؟ قالت القاضي هو المحكمة يعني مش قصدك المحكمة ولا القاضي بنفسه؟ المحكمة ها؟ وجهة التنفيذ يعني ممكن برضك متيجة في مرحلة لما يبقى عندي مثلا إيه إشكال في التنفيذ والقاضي قولت طب التالبات ايه؟ هل المحكمة فصلت فيما طلبها الخصوم؟ أو أكثر مما طلبها الخصوم؟ هيبقى المرجع بالنسبة لي الصحيفة المحكمة تجاوزت حدودها في الطلبات ولا ما تجاوزتش حدودها في الصحيفة ها؟ ايه تاني؟ فالصحيفة لما تبقى واضحة ببعتها للمرسل إليه اللي هو الخسم الأول لما تبقى واضحة وصريحة والطلبات فيها ظهرة والصياغة يعني لا هي قانونية جمدة ولا هي برضك ركيكة لدرجة فالتنسيق بتاع الرسالة لما توصل للمرسل إليه ممكن كلها وقعها في إجابة الطلبات ممكن يسلم الراجل بالطلبات صح؟ الرسالة وصلت ممكن المعلن إليه والمدعى إليه لما تبقى الرسالة واضحة ومتأسسة وأنا بطلب واحد اتنين ثلاثة استنادا إلى واحد اتنين ثلاثة والسند الموضوع واحد اتنين ثلاثة قد يسلم بالطلبات ما سلمش بالطلبات الرسالة بتاعتي وصلت لمين؟ لهيئة المحكمة فبالتالي ممكن الطلبات بتاعتي واضحة ما يجيش القاضي يعمل لي استجواب الطلبات دي. طلباتك مش واضحة. حتى احنا في النقضة مثلا. اه لازم السبب النعي يكون واضح وصريح. لو مش واضح وصريح. انا بقول عليه نعي مجهل. انا معرفش انتعاوز ايه? بتلف وتدور وتجيب فوق تحت وكلام ايه? مش مشي على بعض. فبنقول عليه في محكومة نعي مجهل. انا مش عارف انتعاوز ايه. خلاص? فانا ببعت للمرسل اليه? ببعت لهيئة المحكمة. وببعت كذلك للمحكمة سواء محكمة اول درجة او محكمة استيناف ليه? لم يقد ليه طلباتي. اعمل ايه? بطل اروح لمحكمة تاني درجة والله يا محكمة. انا كنت طالب واحد اتنين ثلاثة والمحكمة للأسف اغفلت الفصل فيه كذا. ده لو ده لو مرحش مثلا لمحكمة التي اصدرت الحكم طبقة المادة موحدة تسعين. الفائل المفروض يرجع لنفس المحكمة. او يقول المحكمة تجاوزة الطلبات سواء حكم ضده او 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 لم تقضي بكل الطلبات او ما الى ذلك. ف انت ايضا لما بتروح لمحكمة الاستيناف. محكمة الاستيناف عشان تحاكم حكم اول درجة يبقى المعيار فيها الرسالة بتاعتك اللي انت ضمنتها في صحيفة الدعوة. خلاص? كذلك في في غير الاحوال الشخصية. ايضا لما تروح محكمة النقض الفيصل. الطلبات بتاعت حضرتك اللي انت كتبتها في الصحيفة. عشان عرف اهمية الصحيفة بتمشي معاك كل مراحل التقاضي. الصحيفة بما تعنيه الصحيفة يعني ايا كانوا الطور بتاعتها. صحيفة ختمية صحيفة معدلة. المهم اسمها في الاخر ايه? الصحيفة هي دي تبقى المقياس. فعشان نوصل للمعنى ده الرسالة تبقى واضحة. لازم انا اكون عارف القانون اللي انا بفتح فيه الف به. عشان اجي اكتب الصحيفة وصيغ الصحيفة والطلبات. اخد من الموكل بتاعي طلبتك ايه? وبفتح القانون اللي بيعني ان انا اشوف هامشي ازاي. سواء من نحن الاجرائية. المحكمة المختصة والاجراءات والمواعيد والشكل. او الناحية الموضوعية ايه اللي هنطلبه? وايه المطلبوش? وايه اللي هيبقى? اقدر اقول لموكلي ينفع نطلب الطلب ده. او الطلب ده مش هينفع ايه? المحكمة هتحكم لك به. فده مرتبط بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. القانون واجب التطبيق في مسائل احوال الشخصية. ضي. جبت القانون وبحاول اجيب ايه? سند كده حتة حكم نقض. ادعم به الطلبات بتاعتي. انه محكم محكمة النقضة استقرت على حتة دي. قالت تحديدا بنقصين محكمة النقضة قالت واحد اثنين تلات اربعة. خلاص? الاستجلال بتاعي. الاستشهاد بتاعي. لما اجيب حكم محكمة النقض. لازم انا بجيب حكم واقعي. ينطبق على نفس الوقع اللي عندي. ماينفعش اجيب حكم نقض. ماشي عكس اللي انا بقوله. يجي مثلا الحاضن. حصل خلاب بينه وبين زوجته. عشان يكيد ليها. يروح يتصرف. يبيع الشقة بتاعة مسكن الزوجية. عشان يحرم الحاضنة من ايه? انها تقعد في مسكن الايه? تاخد تمكين. يتصرف في البيع. بالبيع. فيجي انا اجيب حكم نقض ويقول واحد اثنين تلاتة اربعة. وسواء انا بقول كمدعي. او مدعي عليه. ايما كان بتكلم كلام عموما سواء في الصحيفة. ويقابله ايضا في مذكرة الرد او مذكرة الدفاع او دعاوة الفرعية. المتقابلة. يعني الكلام ده كله عم ينطبق على الاتنين. فالشاهد. انا لما اجيب حكم نقض. اساسيات. الف به. ان انا لازم اجيب حكم نقض يكون. منطبق على الوقعة اللي عندي. طيب. انا جبت بقى. ليه? انا بعمل ايه? انا بجيب كاني رسالة بقول للمحكمة. ده المحكمة قالت واحد اثنين ترات اربعة. انا بتديلها. فهب ان حضرتك جبت حكم نقض عكس. يعني بدل ما يحكم لك انت بالطلبات. لا ده بيحكم لخص لخصمك بالطلبات. بيحصل. بدون ما تقصد انت اضريت موكلك. وخدمت ايه? خصمك بحكم نقض من حيثه. لا تدري. في الرسالة اللي انت بعدتها. اصبحت رسالة ايه? سوداء ولا بيضاء? بس ده هو قانون الرسالة السوداء. الشاهد. انا لما اجيب استشهاد. يجب ان يكون الحكم. الوقع الحكم اللي انا جايبه. ينطبق ويؤيد الطلبات بتاعتي. ما يباش فيه. فاصل ما يباش فيه. تعارض ما بين اللي انا اقوله. او طلباتي وبين الحكم اللي انا جايبه. ده يعتمد على ايه? المامي بالقانون. فهمي للنصوص والقراءة والاطلاع. ممكن باخد تلقي خبرة محامي اشتغلت معاه او حد شاطر في التخصص ده. ده ما يبنيشي ان انا افتح الكتاب. هو ده الفيسر. والكل بيقرأ. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة